رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالمباحثات المثمرة التي أجراها سموه مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وبالاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش هذه الزيارة الناجحة على مختلف الصعود سياسيا وعسكريا واقتصاديا بعدها هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا سموه بما تحقق فيها من نهضة تنموية شاملة وازدهار وتقدم في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع متمنيا سموه للمملكة الشقيقة دوام التقدم والرقي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين مشيدا سموه ضمن هذا السياق بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وبما تحظى به من دعم من قيادتي البلدين على توطيدها في المجالات كافة وحرصا من سموه على منح المزيد من الدعم للشركات الوطنية ومساندتها فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة منح المقاول الوطني الأفضلية في المشاريع الإنشائية الحكومية بما يتواءم مع أنظمة التجارة الدولية والتزامات مملكة البحرين وكلف سموه اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برفع التوصيات بهذا الخصوص بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأجهزة المختلفة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى الاستعداد المبكر لموسم الأمطار واتخاذ ما يلزم لمنع تجمعات المياه وتراكماتها وضمان تصريفها على الطرقات العامة والأماكن الحيوية ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان إلى دراسة زيادة استيعاب المحافظة الجنوبية من الوحدات الإسكانية مع مراعاة خصوصية المحافظة اجتماعيا وتاريخيا والحفاظ عليها بيئيا فيما وجه سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى توفير المزيد من الساحات والمرافق والحدائق التي تشكل متنفسا للأهالي وكلف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بالمتابعة بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي حرصا على تحسين أوضاع صيادين ربيان خاصة بعد حضر صيده بواسطة الكراف للحفاظ على البيئة والثروة البحرية وحمايتها وتوفير الظروف اللازمة للحياة الطبيعية للأحياء البحرية فقد قرر مجلس الوزراء شراء أصول صيادين ربيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الربيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم وقرر المجلس اعتماد ميزانية لهذا الغرض وكلف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بمتابعة الإجراءات اللازمة وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة المذكورة والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة في إطار تنفيذ المشروعات الخدمية التي وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدراستها وتنفيذها ومتابعتها في القرى والمناطق المختلفة من البلاد فقد وافق المجلس على تشغيل مركز صحي في مدينة حمد على مدار الساعة وكلف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بوضع الاعتمادات المالية اللازمة لذلك فيما كلف المجلس اللجنة ذاتها بدراسة تمويل إنشاء مركز صحي جديد يخدم أهالي قلالي حيث يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة في توسعة نطاق خدمات الرعاية الصحية والطبية واستمرارا لمساعيها في ضمان حصول المواطن على الخدمات العلاجية في كل الأوقات وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزيرة الصحة ثالثا استمرارا للجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير الخدمات التأهلية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة فقد بحث مجلس الوزراء زيادة الدعم المالي لمنح التأهيل الأكاديمي والمهني لذوي الإعاقة والذي تقدمه الحكومة للمراكز والمؤسسات الأهلية والخاصة العاملة في مجال الإعاقة وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي لدراستها وتقديم التوصيات بشأنها رابعا حرصا على وضع المزيد من الضوابط والإجراءات اللازمة لمراقبة صرف الأدوية والمستحضرات الطبية والحد من إساءة استخدامها فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إجراءات تنظيم مراقبة وصرف الأدوية والمستحضرات الطبية والتي تحتوي على المواد المدرجة تحت المجموعة الدوائية جابا بنتونيد والتي تنتمي إليها الأدوية مثل لاركا وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة خامسا وفق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي والمعتمد في الدورة السابعة والثلاثين بعد المئة لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي عقدت في دوشنبا بجمهورية طاجكستان وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية وعرضها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة سادسا أخذ المجلس علما بالقرارات والتوصيات التي أصدرتها المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الأول من الدورة البلدية الخامسة والبالغ عددها مئتان وواحد وسبعون قرارا وتوصية والتي عرضها سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث وافقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على مائة واربعة وعشرين قرارا بينما يتم دراسة مائة واثنتين عشرة توصية من قبل الوزارة والوزارات الخدمية الأخرى تمهيدا لرفع القرارات المناسبة حيالها سابعا وافق المجلس على ثلاثة ردود من الحكومة على اقتراحات برغبة قدمها مجلس نواب تتعلق بالوحدات الإسكانية بالدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية وتوفير خط ساخن في الوزارات الخدمية بنظام الاتصال المرئي للصم والبكم وبخصوص المشاركة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال وفي بند التقارير الوزارية أخذ المجلس علما بمشاركة سعادة وزير التربية والتعليم في أعمال منتدى الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي عقد في سلطنة عمان مؤخرا فيما أخذ المجلس علما بنتائج اجتماع لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في مسقط مؤخرا والتي عرضها سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ترجمة نانسي قنقر